أعلم بحضراتكم من جديد والحديث عن كواليس وأخبار الأهل في أبو الظبي بعد الفوز على منتري في الدور صمني النهائي أو دور ربع النهائي لكأس العالم للأندية والتأهل لمرحلة الدور نصف نام وجدت بلمرس بتفوز على بطل الكون كاكاف رايح تقابل بطل أمريكا الجنوبية ده بطل إفريقيا اللي قادر يعمل إنجازات في كل المحافل الدولية وبطلات الفيفا طيب بالأمس كانت فيه لقاءات مهمة جدا مع الجهاز الفني ومع اللعيبة ومع كل المسؤولين عن دور وبعثة الأهلي في هذه الرحلة في كأس العالم للأندية في أبو الظبي لكن فيه دور مهم جدا لا يقل لأهمية سواء على الناحية الفنية أو الناحية التدريبية وهو دور ناحية العلاج الطبيعي والتأهيل وأيضا التخزية بالنسبة لفريق قرية القدم في النادي الأهلي فيه لقاء مهم جدا مع دكتور عبد الرحمن سعيد أخي صاري التخزية بالنادي ودكتور محمد وفاق استشاري العلاج الطبيعي للفريق نروح نشوف في اللقاءات أبرز تصرحاته معاقب فوز الأمس ويمكن تكون فيه كواليس وتفاصيل خاصة كمان بمباراة الأمس لنزامة ولتلك الأدوار مهمة جدا مش دور الجهاز الفني فقط نروح نشوف في هذا التقرير ثم لنا عودة للحديث عن باقي أخبار البعثة بعد هذا اللقاء شاهد يوم تابعي قناة الأهلي في كل مكان بعد الوصول لمقر قامة الفريق وبعد الفوز المستحق والكبير والهام جدا على منتري المكسيكي وتأهل لنصف نهائي كأس العالم الأندية لمواجهة فريق بالمرس معايا في هذه اللحظات واحد من الجنود المهمة جدا جدا داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي وده هو الدكتور عبد الرحمن سعيد خبير التغذية واللي في الحقيقة بيعمل مجود عظيم جدا جدا بالنسبة مع الفريق يا دكتور ألف مبروك الله يبارك فيك يا أمين عملي أخبارك طب مننا عليك ويعني عمل شغل كبير وأنا بقول لك طب مننا عليك عشان بشوف بعيني التعب اللي انت بتعمله طول أيام المعاصمة ببص يا أمير وإحنا يعني كل التعب ده بتنسي انت النهاردة في رحتي معي وقلت ليه أول ما خلصنا وقلت ليه هنكسب انت قايل لي ان احنا هنكسب من قبل المطش يا جماعة والله العظيم قابلته قالت له هنعمل ليه قال لي هنكسب ما تقلقش ان شاء الله هنكسب احنا طبعا الحمد لله احنا الثقة بتاعتنا ولدت ان ربنا دايما بيكرمنا كلنا بنشتغل انت جيت وشفت بنفسك الجهاز الفني شغال الاداريين شغالين الدكتورة شغالين أنا في الجزء بتاعتك زي العمال معانا اللعيبة نفسها وتركزها في المطش وانهم عليهم المسئولية في الغيابات الكتيرة اللي احنا عايشينها فعارف بيقول لك كلما الدنيا تبقى ظروفها دايئة علينا ربنا بيكرم وبينصورنا واحنا الحمد لله فيش اي حد فينا اقصر كلنا شغالين وكلنا تمام وزي ما قلت لك ربنا كلامنا النهاردة فرح كل جمهور الاهلي طب بما انك تنبأت بالفوز هنعمل ايه مع بالميرس احنا في الفاينل يا امير بإذن الله في الفاينل في الفاينل يا امير حتى لو انت مش بكامل نجومك او مش بكامل عتادك بس انت كل البوليسي وكل الثقافة بتاعت العيبة عندك ايه الفوز احنا جهاز فاني عايز يكسب الجهاز الطبي عايز يكسب الاداريين انت شايف الاعلاميين كل المنظومة نفسها ان الموضوع ينتهي بيه التتويق جديد احنا خلاص عاجز اللي هو التالت العالم ده بقينا شفناه مرة ومرتين عندنا بروميسينج عندنا امال ان احنا نوصل فاينل وليه مش اول كمان شكرا